تعم بشك؟ قول يا أخويا بالهنة والشيك؟ لا كيف هي كده صباحا؟ كيف هي ده ايه؟ ده انت بقى لك نص ساعة في الطبق التاني بس ايوه ما انا ما بقدرش اجل على طبق واحد بس الطبق التاني عمر ما كملته ما تكسفنيش بقى صدقيني بحياتك عندي بحياتة امي مش هرأة لو كانت معلقة تانية ممكن اموت بعد الشر عليك طب ده انا كان يجرى لي حاجة بجده صباحا اه بجده قصة انت متعرفش غلوتك عندي قدي ايه يا سي عبدال صباح انا انت ايه يا اخويا؟ انا قلبي ماله قلبي هيوقف من الفرحة؟ لا من القشطة اه اه مالك يا سي عبدال انا؟ لا لا انا انا زي البول الحقون يا ناس الحقون الرجل حيفيس منه مالك استاذ؟ مالو يا لهوي يا لهوي يا لهوي زي ما احنا موجودين معاكو دلوقتي بعد الفاصل كم التليفونات اللي داخلت على الكنترول غير طبيعي مش متخيل الحقيقة ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه احنا معانا على تليفون الحجة مفاروق الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيليو بالمناسبة الحجة مفاروق شاركت في الكليب ده زيك يا حجة؟ ايوة يا استاذ يوسف انا بكلم حضرتك عشان تجيبلي حقي خير يا حجة ايه مين اللي خاد حقك ايه اللي حصل البيت اللي قعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة واللي حصل حاجتان يا خالص كنا بنثور مع عاد الامام جنبكو في البليوتو وجوب خدونا واتفقوا معانا وقالونا هيجبونا في البريك واخبت كينتاكي تلات قطع وريزو وفي الاخر يجبونا سبعين كفتة مقددين ولا طحينا ولا بابا ولا خضرة وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم يرد مين دا يا استاذ يوسف على فكرة انتي جايبة كنبرسات لا المكلمات دي فيك المكلمات دي كلها من جوة من عندك في الكنترول كنترول مين وفيك مين انتي جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول احنا مكناش عارفين نمشي برا اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عمر المكلمات دي وحب اقول لها يا جاسي انتي عمرك ما هتكوني انجح مني وحسابنا في النادي اما الفين الاسعاف الراجل هيفيز مني ما تلاقيش يا ست صباح الاسعاف على وصول دا ايه الحظ الدكر دا يا ربي ايه دا دي البت نالي يا لهوي بقولك ايه هات الرمود وعل التلفزيون دا تلفزيون ايه دلوقت الراجل بيموت احنا في ايه ولا في ايه وانت ملك يموت ولا يروح في ستين دا يا هو من بقيت اهلك اسمع الكلام حاضر يا نيلي ما ينفعش نتكلم معك وشاهد كده قولنا مين مرة لا لا معلش انا عايزة عرف ايه اللي مش عاجبك بقى انتي كمان انتي كلك على بعضك كده مش عجباني طب بتتفرج علي ليه روح ايلي بي القناة روح يتفرج علي وقل ابراشي والعمر قديب والمون الشغلي ايه ماء تتفرج علي مين ايه تتفرج علي برنامجنا والقناة بتاعتنا طب اقولك حاجة روحي بقى تعلمي برنامج طبخ كده شوفي بيعمله ازاي كريم كراميل وعمليه لاطفالك بقى تسلي دا يعني الحقيقة اه مادام مونة مادام مونة معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقة الكلام من اللي لازم تهدي عصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمعت شكرا جدا لك مادام مونة احنا معانا تليفون تاني من الست صباح بتكلمينا من بتي يا نيلي الحقيني انتي مين؟ انا خلتك صباح يا بيت الحقين ابوكي بيفيص مني بابي مالو تعبان؟ ياختي هو دا وقته الاسعاف حتيكي وحاخده على الفرنساوي بيحصرين انتي بقى على هناك هوا تعبان قوي كده هتصفروا فرنسا؟ لا لا مش فرنسا ولا حاجة الفرنساوي دا الاصر العيني الفرنساوي دا موجود جنب جاردين سيتي كده لو ديك اصحاب هناك انا مش عارفة ممكن تبعتلي لوكيشن على واتساب هبعتلك لوكيشن وهنبعت معاك حد بالعربية يوصلك ونتطمن على باباكي ان شاء الله كل حاجة تبقى خير طبعا احنا احنا اكيد طبعا بناعتذروا اكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها وان شاء الله هنتطمن عليها نستأذنكم واحنا فعلا لازم نختم الحلقة دلوقتي ونتقابل بكرة في نفس المعاد ان شاء الله يا خبتك يا صباح يا حظك لسود يا شرهان يا حظك المهبب يا صباح جات الحزينة تفرح ملاقت لهاش مطرح طارت الشغلانة امو خمس تلف جنيه ازالله